على أي حال أثامنا صباحا وعدنا مع موجز الأهم الأنباء مع دينا شكرا لك جمعنا أثامنا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في تعزيز جهود إنشاء مراكز تجميع الألبان المتطورة على مستوى الجمهورية مع تدعيمها بوسائل اختبارات المعملية والتغزين والخدمات البيطرية اللازمة وذلك بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد الألبان وتقيق قيمة مضافة لصغار المربيين جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع لواء أركان حرب وليد أبو المكد مدير عام جهاز المشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وعدد من المسؤولين حيث تناول الاجتماع متابعة عدد من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية على مستوى الجمهورية وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراض المستجدات الإنشائية لمصنع منتجات الألبان ببرج العرب وكما وجه رئيس السيسي بالتدقيق في توفير كافة مكونات المصنع من العمالة الفنية المتخصصة والخامات ومستلزمات الانتاج ومواد التعبئة والتغليف وذلك لضمان أعلى مستوى من جودة الانتاج للأجبان اختتم مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعه الثالث بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمناقشة عدد من القضايا والمحاول الاجتماعية الرئيسية وثمن المجلس قرارات الرئيس السيسي بالعفي عن بعض المحكوم عليهم متطلعاً للمزيد وشهدت الجلسة مناقشة موسعة حول تصنيف أولويات العمل في المحور الاجتماعية حيث تم التوافق على خمس قضايا رئيسية تتضمن التعليم والصحة والقضايا السكانية وقضايا الأسرة والتماسك المجتمعي والثقافة والهوية الوطنية حيث تم إنشاء خمس لجان فرعية لكل منها واستعرض المجلس خلال اجتماعه ما تم التواصل إليه في الجلسة السابقة من تحديد قضايا المحور السياسي والتي تضمنت إنشاء ثلاث لجان فرعية تختص بمباشرة الحقوق السياسية والمحليات وحقوق الإنسان وحدد مجلس الأمناء الأربع المقبل موعدا لعقد الاجتماع الرابع بهدف استكمال قضايا المحور الاقتصادية تقدمت مصر في بيانات عن وزارة الخارجية بخالص التعايزي وصادق المواسعى لكل من الإمارات وباكستان والولايات المتحدة في ضحايا السيول والفيضانات التي اكتاحت مناطق من تلك الدول وأصفرت عن عدد من الوفيات والإصابات وعربت مصر حكومة وشعبا عن صادق تعزيها لذوي للضحايا وتمنيتها بشفاء العاجل لكافة المصابين مؤكدة على وقوفها مع هذه الدول في هذا المصاب الأليم كما أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن خالص التعايزي والمواسعى في ضحايا الفيضانات التي ضربت مناطق متفرقة في إيران وأصفرت عن عدد من الوفيات والإصابات بين المواطنين أعلن حكم مولايتي كينتاكي الأمريكية أندي بشير ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات المدمرة في الولايات إلى 25 شخصا وأضف بشير إلى أنه من المحتمل أن ترتفع حصلة الضحايا الأكثر من ذلك وتسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات مفاجئة غير مسبوقة في 13 مقاطعة في شرق كينتاكي وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن على إثرها حالة كارثة طبيعية وأرسل تعزيزات فيدرالية لدعم المناطق المتضررة من العواصف والفيضانات والإنهيارات الأرضية وانزلقتها للتربة قال الرئيس الأوكراني فلادمير زيلانيسكي أن حكومته أمرت بالإجلاء الإلزامي للسكان في منطقة دونتساكي بشرق البلاد التي تشهد قتالاً دارياً مع روسيا وقال زيلانيسكي أنه كلما غادر المزيد من السكان منطقة دونتساكي الآن قل عدد الأشخاص الذين سيكون لدى الجيش الروسي وقت لقتلهم مضيفاً أنه سيتم منح السكان تعويضات وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن مئات الألاف ما زالوا يعيشون في إقليم دونباس حيث يحتدموا القتال ختم مجزء الثامنة فاصل ونورد لحضركم الاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر